في تقريرها لهذا العام رأت لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين أنه منذ توليه منصب رئيس الحزب الشيوعي الصيني وأمينه العام كثف جي جينبينج جهوده للسيطرة على الجمهور والحزب والاقتصاد ومؤسسات الدولة في مواجهة طباط النمو الاقتصادي كما شدد الحزب الشيوعي الصيني سيطرته على اقتصاده وضعف من النمو الذي تقوده الصادرات مما أثار مخاوف عالمية بشأن صدمة الصين الثانية وتوقف التقرير عند طموحات وتحركات الصين في الشرق الأوسط أجندة الشي تتعلق بالسيطرة والانتهازية للحزب الشيوعي الصيني على سبيل المثال في الشرق الأوسط تدعي الصين دعم الأمن في حين تفشل في حماية الشحن الدولي في البحر الأحمر كما تعد الصين داعما رئيسيا لواحدة من أكثر القوى زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط حيث تشتري 90% من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات مما يعني أنها تدفع فعليا ما يقرب من نصف ميزانية الحكومة الإيرانية بالكامل وأشار التقرير إلى أن الصين تواصل بناء قوتها العسكرية والتكنولوجية وتعمل المؤسسة العسكرية الصينية على تطوير قدراتها في مجال المراقبة والاستخبارات والاستطلاع والحرب الإلكترونية التي يمكن استخدامها إلى جانب ترسانتها الصاروخية لتهديد ومهاجمة الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها في أي صراع في منطقة المحيطين الهندي والهادي لقد وجدنا أيضا ووثقنا ذلك في التقرير أن الشرق الأوسط منطقة أصبح فيها الجيش الصيني اقترى نشاطا واهتماما بالفرص المستقبلية للانتشار والوصول وبالتالي فإن الأنشطة قبالة خليج عدن وأنشطة مكافحة القرصنة قد أعطتهم الفرصة لمزيد من الحضور فضلا عن الخبرة العملياتية ومشاركتهم في المنطقة قد تتوسع في نهاية المطاف من خلال الوصول إلى الموانئ واتفاقيات التعاون مع بعض دول الخليج وقدمت اللجنة إثنتين وثلاثين توصية إلى الكونغرس لحماية الأمن الأمريكي والفرص الاقتصادية يحذر التقرير من أن القيادة الصينية مستعدة لاستغلال التلاعب والإكراه والإقناع من أجل تعزيز أجندتها الخاصة التي لا علاقة لها بتحسين أوضاع الناس ومكافحة الظلم إنما بتعزيز سلطة وسيطرة الحزب الشيوع الحاكم في الصين ميشيل غندورة الحرة وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن